موسيقى أنا قاعد يسلط الضوء على انشطة النادي العلمي وخصوصاً معرض الدولي اختراعات في الشرق لانصر التاسع الله الحمد يعني هذا المعرض نحن للسنة التاسعة على التوالي وكذلك للسنة التاسعة نحظي برعاية يعني سامية من حضرة صاحب السمو ومن البلاد المفدة الشيخ صباح لحمد جابر الصباح رضا الله ورعاه لرعاية المعرض من المعرض الأول وهو كان دائماً يرعى المعرض المخترعين لأهميته للكويت والمنطقة وخصوصاً في الشرق الأوسط من الاسم طبعاً هو معرض المخترعين هذا المعرض الهدف منه أنه احنا يكون عندنا في بدولة الكويت وعلى فكرة هو الوحيد في الشرق الأوسط النوع من المعارض احنا شايفين كثير من المعارض من المختلفة تقام في عدة دول بس معرض المخترعين في الشرق الأوسط هو الوحيد دولة الكويت للتقيمة الهدف منه أن احنا نستغطب المخترعين من دول العالم يشاركون عندنا بالكويت وكذلك نحفز مخترعنا الكويتية في المعرض المعرض طبعا هو يشجع نحن كنا يوم قبل 10 سنية 12 سنة شبابنا كانوا يتقلون يروحون دول أوروبية يشاركون بالمعارض ومن ثم قاموا يتكشفون هذه الأفكار وهذه الاختراعات ومن ننقلوا التكنولوجيا للكويت والمعرفة وصار الحمد لله الحمد عندنا عشرات عشرات المخترعين فهذا المعرض ما قتلتش هو معرض للمخترعين في كل دول العالم يشاركون فيه من ناحية الحجم هل هناك فئات عمرية معينة؟ الهدف أهم شيء الشروط أن يكون متقدم عند رقم اختراع أو رقم براعة اختراع هو الباتنت نمبر وهذا الباتنت نمبر عشان يقدر يشارك اللي هي تكون هو فعلا باختراع وليس مشروع هذا المعرض رح يشارك معنا الله الحمد أكثر من 37 دولة ميتين مخترع وما يزيد عن 150 اختراع كلهم رح يكونون في دولة الكويت كلهم الخبرات والناس العلماء كلهم رح يتواجدون في دولة الكويت ما هي الأعمال المقدمة في المعرض؟ نوعية الاختراعات؟ هل المشاركة مفتوحة لأي نوع من أنواع الاختراعات؟ أو مخصورة على أي أنواع معينة من الاختراعات المقدمة؟ طبعا المجالات الاختراع التي صنفت في هذا المعرض أنها 22 مجال الاختراعات منها على سبيل المثال في الطاقة المتجددة، في البيئة، في الطب، في الصيدلة، في الكيمياء، في عادة التدوير عدة 22 مجال تصنف الاختراعات والتي ستكون توزع ثم ستحكم من لجنة تحكيم متخصصة في الاختراعات بالتعاون مع معرض الجنيه في الدول وأنا ننتهي لفرصة معرض الكويت أو معرض الدول الشرق والوسط في القيمة في دولة الكويت وثاني أكبر معرض في العالم من ناحية الجوائز يعني سيقدم ما يزيد عن 100 ألف دولار من الجوائز حق الفائزين وعندنا أكثر من كاتيغريز الجوائز أو أكثر من شريح الجوائز نعم، إن شاء الله يعني معرض ضخم والمشاركين فيه من جميع أنحاء العالم عفواً، ومشاركات مختلفة وجوائز قيمة فهذا بحد ذاته فعلاً يميز عن باقي المعارض التي تقام لهذه الفئة من المشاركين أو المخترعين ولكن نبي أتكلم عن الدور المؤسسات العلمية في تنمية دعم هذه المواهب وأيضاً يتكلم عن النادي العلمي بصفة خاصة طبعاً أنا أود أن أبدأ أن أحازل النادي العلمي أول شيء النادي العلمي هو الذي أتى بهذه الفكرة لمعرض المخترعين وهو المعرض هذا ينظم ويدار كل من أعضاء النادي العلمي وهما مطوعين وهذا يعني جانب نفتغر فيه كأعضاء النادي العلمي أنه معرض بهذا المستوى وبهذا الحجم إدارته وعملك كله من المطوعين أعضاء النادي العلمي في جميع الفئات وجميع من الذكور والإناس هم 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 أن يبرزون هالمعرض نرجع على سؤالك بخصوص دعم أو دور المؤسسات العلمية في الكويت طبعاً نحن الله الحمد في السنوات السابقة العشر سنوات 12 سنة حرصنا أن يكون عملنا مؤسسي ومترابط مع المؤسسات العلمية المعرض هذا معرض بدعم من المؤسسة الكويت تقدم العلمي وهي المظلة للعلم والتطوير التكنولوجيا من اسمها كمؤسسة الكويت تقدم العلمي كذلك عندنا مشاركين من محكمين منظمين معنا من جامعة الكويت من الهيئة العامة التليمية التطبيقي من معهد الأبحاث كلهم يعني يشاركون في هذا الهدف كتنظيم وكذلك كمشاركين معنا وأيضاً المعرض تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد حفظه الله نتكلم عن دعمه ورعايته لهذا الموهوبين والمخترعين من انطلقت فكرة المعرض المخترعين يعني الله الحمد صاحب السمو في كل لقاء قابله عظامة الإدارة النادي العلمي قبل أيام قليلة قابله وكان يقولون أن يشكرونه على دعمه وكان في كل مقابلة صراحة ندش ونحن نطلع نحس نحن من دعمه لنا مقصرين وشلون نودنا أن نخدم هالبلد للعلماء والعلم من كثير ما يحفزنا ودائما نحس أنه هو على بينا ما يدور ومحتياجاتنا ودائما يوصي لجميع المسؤولين أنه عنده الشباب والعلم والعلماء هذا من الأولويات فهذا كل ما نطلع من الصراحة أننا نتشجع نريد أن نسوي أكثر وأكثر حسنا نحن مقصرين باللي قاعد نقوم فيه من كثير ما نحص من الدعم وهذا شيء لله الحمد ما هو غريب على شيخنا واب الصباح الله يحفظه ولا على ديرتنا الحبيبة ولكن بيأتكلم أيضا وبرجع على المعرض تكلمنا أن هناك جوائز قيمة وعلى مستوى عالمي المشاركة هل هناك فعاليات أخرى غير الجوائز والتحكيم الدور في هذا المعرض؟ طبعا المعرض هو راح يبدأ إن شاء الله يوم الأثنين المسار هو الافتتاح الرسمي راح يكون فيه قاعدة في فندق الجميرة قاعدة بدرية واليوم اللي بعدها هي الثلاثة والأربعة راح يكون على مرحلتين الاستقبال للجمهور بحيث أن المخترعين راح يعرضون كل اختراعاتهم في المعرض من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 12 ومن ثمر فترة المسائية من ساعة 4 ونص حتى التاسعة فيه راح تكون بعض الحلقات بعض الأمور التوعوية والأهم منه نحتاج الجمهور جميع شباتهم تعالوا شوفوا الاختراعات شوفوا علماء الكويتين والخارج الكويت شلون التكنولوجيا وترى هي بعض الأوقات هذه تكون هي البذرة وهي الشرارة للجيل أنه يكون يحب هالطريق أو هالسلك في حياته وأنا متأكد متأكد كثير كثير من أبنائنا وبناتنا عندهم المهور بس يحتاجون فرصة لإخراجها وما يكون أفضل من هذه الفرصة أن تشوفين في معرض المخترعين جنسيات مختلفة جناس مختلفة أعمار مختلفة أنه هي أفكار بسيطة تحولت إلى اختراعات ومن ثم تحول إلى منتج وهذا من أهم أهدافنا في معرض المخترعين أن ناخذ المستثمرين مع المخترعين نربطه مع بعض بحيث أن المخترع يستفيج في مشروعه ويتحول إلى منتج وممكن تكون يوم الأيام هذه إلى مردود مالي يعتمد عليه بحياته طبعا هذا بحد ذاته دعم منكم تشكرون عليه أكيد ويشكر عليه كل من ساهم في هذا المعرض المميز ولكن أيضا عندي استفسار بسيط الفئات الأمري المشاركة من الكويت يعني تغريبا نقدر نقول من أي عمر لأي عمر يعني من الكويتين من العمار ما بين العشرين حتى فوق الخمسين واخر الخمسينات في مشاركين ما يقارب الثين وعشرين اختراع كويتي رح يكون بالمعرض يعني بحد هذا أن يبين أن الكويت يعني عفوا بس إيمتلون كم بالمية من نسبة المشاركين في المعرض تغريبا عندنا من المشاركين حوالي عشرين أو ثمانتعش بالمية من المشاركين كمختارعين كويتيين طبعا هذه احنا نشوف كثير ما نسمع في وسائل التواصل وبالأخبار أن بعض الدول منطقة تطورت عنها ومشت عنها بس بهذه الأمور نجزم ونفتخر أن الكويتيين ككادر بشري هم بالمقدمة طليعة في الاختراعات وفي التكنولوجيا وفي شغالهم للعلم كل يحتاجونه مثل هذه المعارضة وهذا الدعم والله الحمد نحاول كنادي علمي بقدر المستطاع لدعم من المسؤولين في الدولة أن نزيد من هذه الظاهرة لدى شبابنا وشاباتنا نعم أكيد طبعا المعرض اللي رح يصير إن شاء الله في فندق الجميلة قاعة بدرية في تاريخ 16 إلى 19 يناير في فترتين صباحية ومسائية يليد الكل شارك وممكن أن تكون هذه بداية بشرة خير لأبنائكم يقدرون تشوفوا مواهبهم يتنمون فيهم شيء مدفون داخلهم شاركوا ومثلا نحن نقول دعموا مثل هؤلاء الموهوب يسوعا من الكويت ولا خارجها وتشكرون عليه شكرا لكم شكرا لتواجدك معنا وإن شاء الله يارب المعرض يكون أفضل من السابق وفي تجدد دائم بدنا الله شكرا لكم ما قصرته شكرا لك شكرا لكم أعزائي المشاهدين ما زلنا متواصل معكم في باجي فقراتنا تابعونا شكرا لكم